نعم هبا البارحة كانت تقريبا ليلة جحيمة هنا على الحدود الأوكرانية مع المسلحين الموالين لروسيا أو مع الانفصاليين الموالين لروسيا القدائف استمرت طوال الليل شهدت المنطقة ارتفاع كبير لخرق وقف إطلاق النار كنا نتابع في الأيام الماضية ما بين 5 إلى 8 حالات لخرق وقف إطلاق النار ارتفع العدد الآن ليلة البارحة إلى قرابة 60 خرقا بحسب الجيش الأوكراني اليوم الجيش الأوكراني حتى حدود الساعة الثانية بالتوقيت المحلي سجل 45 خرقا لوقف إطلاق النار عندما نتحدث عن الخرقات لوقف إطلاق النار بحسب الجيش الأوكراني تم استعمال فيها طائرات بدون طيار قدائف الهاون سواء من عيار 82 مليمتر وكذلك 120 مليمتر إضافة إلى قدائف مضادة للمضرعات الجيش الأوكراني قال لنا اثنين من الجنود الأوكرانيين في المستشفى أصيب في هذه الحرب أو في هذه الخرقات كذلك ثلاثة مدنيين كما تم اليوم بداية إجلاء السكان المحليين في بعض القرى الحدودية هنا في إقليم دونياسك على الحدود مع المسلحين المواليين لروسيا الذين لا يبعدون عننا من هذه النقطة إلا بأقل من كيلومتر هذه النقطة هنا يسيطر عليها الجيش الأوكراني ويرفع عالمه العالم هنا لكن الجو هنا كثيف جدا هناك ضباب كثيف في هذه المنطقة وهذا يساعد على الأقل الحماية من القناصة الذين ينتشرون على هذه الحدود ويقومونها غالبا بقنص الجنود الأوكرانيين لكن أحيانا يقومون بقنص المدنيين روسيا والانفصاليون كذلك عندما نتحدث عن الانفصاليون نتحدث أن قليم دونباسي قسم إلى ثلاثة مناطق منطقة يسيطر عليها الجيش الأوكراني منطقة تسيطر عليها ما تسمي نفسها بجمهورية دونياسك وإي جمهورية لا يعترف بأي إن كان بما في ذلك روسيا وجمهورية لوهانسك كذلك نفس الشيء لكن هؤلاء موالونة لروسيا قليم دونياسك جزء كبير منها يسيطر عليها الجيش الأوكراني مدينة دونياسك يسيطر عليها المسلحون الموالونة لروسيا نفس الشيء في لوهانسك مدينة لوهانسك تحت سيطرة المسلحين وجزء كبير من الإقليم لوهانسك يسيطر عليه الجيش الأوكراني يحاول المسلحون مولون لروسيا التمدد في هذا الاتجاه نتحدث غربا يريدون الوصول إلى الحدود بين أوكرانيا ومالدوفا وبالتالي اجتياح بطريقة أخرى بعض المراقبون هنا في دونباس يقولون أن روسيا غيرت من خطتها من الاجتياح المباشر إلى الاجتياح غير المباشر عبر طريق الانفصاليين الذين تمدهم بالمعدات حيث قال الجيش الأوكراني أن 264 من المعدات العسكرية التقيلة تم رصدها على بعد أقل من 60 كم من الحدود الأوكرانية الداخل دونباس وبالتالي المشهد بدأ يتوتر بشكل أكبر يتطور كذلك بشكل أكبر الأنظار تتجه إلى الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو ماذا ستسفر؟ هل عن السلام أم عن تطور الحرب بشكل أكبر؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر